طيب أنا معكم من يوم الأربع كان وصول أولى الطائرات اللي كانت قادمة بـ 175 طالب مصري جاية من رومانيا النهاردة وصل طيارتين كمان تبعين لشركة إيركايرو من بولدنا وعلى متناء عدد من الطلبة المصريين اللي كانوا علقين في أوكرانيا ولكن قدروا أنهم يدخلوا إلى داخل الأراضي البولندية وطلعوا طيارتين تنفيذاً لتوجيهات رئيس سيسي بإجلاء الطلبة المصريين اللي عبروا الحوضة الإكرانية إلى الدول المجورة وطبعاً شيء زي ما حالكم شايفين الطلبة أو حتى أسرهم أو جزء من المصريين اللي كانوا عبروا على الأراضي البولندية الحمد لله رجعوا بأمان وسلام في الرحلتين اللي كانوا النهاردة وأكيد طبعاً ظرف ومحنة إنسانية صعبة جداً وشوفنا ما حضراتكم ده في الطيارة الأولى اللي وصلت الأسبوع اللي فات لأربع من رومانيا كمان فيه جهد بتقوم به الدولة ككل خلية عمل من الخارجية من الجهات كتير جداً في الدولة من وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج من التعليم العالي لمحاولة إيجاد مخرج لهؤلاء الطلبة لأن فيه حرص على مشوارهم التعليم أو على يعني أنهم ما يكملوا دراستهم وحتى سيدة وزيرة الهجرة النهاردة كانت عاملة زوم اجتماع عبر زوم مع ممثلي الطلبة والجالية الموجودين في أوكرانيا أو على الحدود ما بين أوكرانيا والدول الأخرى عشان يتطمن طبعاً عليهم وتشوف إيه آخر أخبارهم إيه اللي يمكن يقدم ليهم كمان فكرة استكمال الدراسة لأنه فيهم في كليات كتير يعني وتخصصات كتير جداً منهم اللي قد يكون في السنة النهائية